موسيقى مساء الخير ضفتي النهاردة اعلامية قديرة ومتميزة لقى عندها في حياتها اكتر من نعم بكتير اخيرا اصبحت اول مرشحة من الجنس الناعم لمنصب رئيس الجمهورية بوسينا كامل اهلا اهلا ازاك يا عمر ازاك يا وسينا ينفع نسلم احنا في رمضان بنسلم اخباري كام انا زي الفل ميا ميا او او كويس وسينا اصعب لأ قلتها في حياتك كانت ايه اهم لأ يمكن كانت اصعب لأ وانا صغيرة لما كان ابويا عايز يمنعني من ان يكون ليه نشاط عام فيمكن دي اللي كانت صعبة لاني ما كنتش مستقلة يعني انا يعني شاب بس وعيارة ما عنديش دخل ما عنديش اي استقلالية فيمكن تكون دي كانت اصعب لأ هو ان انا صمم انه لأ انا اللي هي نشاطي ولازم يعني امرسو لا احنا هنكمل بقى حوارنا تحت موضوع كنتش اتفضل علي موضوع كنتش اتفضل علي كارت اللي قدامك ده مكتوب عليه لا من الحقيقة تستعملي لأ مرة واحدة لو في سؤال مش عايزة تجاوبي عليه هتقولي لأ طب لو جاوبت على كله ما استخدمتوش هتديني ايه هنبدأ الفقرة الاولى هي اجابتها نعم او لا الفقرة التانية هبنعرف نعم ليه ولا ليه نبدأ طرشوحك للرئاسة شو اعلامي لا فرص فوزك لا تزيد عن 10% لا استفزتك انغام لما قالت ان ترشوحك مستفز لا مقتنعة ان السعيدة حيدوكي اصواتهم زي ما قلتي نعم هل السلفيون ضدك كامرأة لا اعرف نعم ام لا يمكن ماش يمكن لا حتواجه السلفيين والاخوان بالصوفية نعم تامر بتاع غمرة لسه موجود في التليفزيون نعم صحيح تامر بتاع غمرة واسمه هاني بيبرز رفع قضية عليك نعم السياسة الاعلامية الحكومية بعد الثورة زي قبل الثورة نعم الاعلام الخاص بعد الثورة زي قبل الثورة نعم اتمنعتي من اوربت لما جيت تتكلمي عن صروة مبارك نعم في قنوات جديدة ممكن تقولي عليها فلول نعم قلتي طز يا دكتور ممدوح حمزة غلطة بعتذر عنها هو شخص رائع قلتي نعم في التوضيح هنقول بقى لازم نقول نعم سوري طلائك من الدكتور عماد ابو غازي إشاعة؟ لأ ما احتفظ المرأة بحق العسمة كانت في ايدك؟ كانت في ايدي نعم فعلا لو نجحتي هتلغي وزارة الثقافة؟ لأ طبعا هتلغي وزارة الاعلام؟ بالتأكيد نعم متفألة بأداء أسامة هيكة الوزير الاعلام؟ لأ الوفد أكتر حزب استفاد من الثورة؟ لأ زعلانة إن السلافيين بيقولوا عليك بنت الشوارع؟ أول مرة سمع لأ انضميت لي لشباب ستة إبريل للتضامن معهم؟ نعم ضمنا أصوات حركة كفاية؟ لأ هل تطلقين تمويل من الخارج كما يوشع لحملتك الانتخابية؟ لأ علاقتك كويسة بالأمريكان؟ ما عرفش أمريكان أصلا يعني ما عنديش علاقات غربية لا كويسة ولعشان علاقتي كويسة بكلهم نعم أم لا نعم ما عرفش كويسة بكل الناس لو طلب ما عرفش ما وكمان أسئلتك ما هنحط وأنا وضحها في النهوز التاني لو طلب منك وزير الإعلام أنك ترجع التلفزيون تقبلي؟ لا طيب متل عفصل نرجع تانيش عشان نشوف بقى بوسينة كامل قالت نعم ليه وقالت لأ بوسينة كامل أم متى بتقولي لأ ليه؟ أنا مؤمنة بحرية التعبير أقول نعم أقول لا أكيد مش حياتي كلها بقول لأ بس أكيد بقول لأ للفساد لأ للظلم لأ للقهر لأ للفقر بس سعب بتفكري لما تيجي داعدي القرار تقولي لأ ولا على طول بتقولي ما راح لا على طول بفكر وعلى طول بستشير اللي أنا بثق فيهم بس عندي شجاعة يعني أنا أعتقد أنه دي حاجة أنا ورساعة عن أبويا كان دايما فخره أنه شجاع وأن إحنا من عائلة كلها محاربين ومقاتلين وشهداء أعتقد أن دي بالجينات عظيم قلت لي لأ ترشحي للرئاسة مش هو إعلامي بتأكيد محسوب هو ترشحي للرئاسة له أكتر من حاجة يا عمر أولا هو ممارسة عملية وواقعية لحق المرأة في الترشح هذا حق مكفول للمرأة وفي نفس الوقت عندما ترشح مرأة نفسها للانتخابات الرئاسية أو تعلن عن ذلك فهي تعطي رسالة لكل مصري على أرض هذا الوطن أن لك نصيب في هذا الوطن أيا كنت مسيحي مسيحي فقير لأنه المرأة تعد من الفئات المهمشة في المجتمع وأرى أنه حق الترشح يساوي تماما حق الانتخاب نمرأة اتنين أو تلاتة أني شفت الثورة بتتصيري وأنا من قبل الثورة وأنا بنت من بناتها كنت داعمة دايما للشباب فحبيت أني أكون واجهة لهؤلاء الشباب السوار اللي لسه موجودين في الميدان فجأة كده حاجة ما كانتش على بالي بس اكتشفت أن أنا كأيني نزلت علشان أحرق كل الشنبات بس قلت لي فرصي حكون مش عشرة في المية حتبقى كام تقريبا والله صعب أنك تحدد أنا أعتقد أنه كتير من مرشح الرئاسة مش هيكمله زي مين يعني مين اللي هيوصل مش مضطرة جدا سأنا عرفة نقاط قوتي فين ولسه الطريق قدامي أنا أزمتي الحقيقية هي أزمة مالية لأني مقررة أني يعني أني ما اشتغلش غير بفلوس نظيفة والحاجة النظيفة لغير دلوقتي بس العربة هي جيبي الخاص يعني عندي مشاكل مالية بس عدي طول الوقت أمل وأنا عرفة بجد يا عمر أني لما بحط دماغي في حاجة بتحصل قلتي لي الصعيدة حيدوكي صوتهم بأمارت إيه؟ بأمارت أنهم مش عارفة أصل الحضارة في مصر الصعيد أنا كل ما بنزل الصعيد بحس كده بقوة غير عادية وبحس بالثقافة وبحس بالعراقة ده ما بقللش من أهلنا في سينة ولا أهل الوجه البحري بس الصعيدة أنا ابتدت حتى حملتي الانتخابية من عندهم كنتي عود منهم؟ ما ليش في العود خلينا لما نتحط على المحك ولما يتفتح باب الترشع وبعد كده نشوف وانتي لي لا السلافيين مش ضد الكاميرا رغم أنهم ضد فكرة ترشح المرأة لرئاسة الجمهورية أنا ما أقص السلافيين مش حاجة واحدة فيه السلافيين اللي بنشوفهم بيحرقوا كنيس اللي أنا متأكدا دولة جزء من البلطاجية اللي بتأجرهم أمن الدولة على شكل سلافي فيه السلافيين اللي أنا كنت معهم في الميدان وكنا وقفين صف واحد أنا وهم إيدي في إيد سلافي وفي إيد إخواني وقفين قدام لزغل يوم محاولة اقتحام مقر أمن الدولة السلافي الساوي أكيد مش حيبقى ضدتي لكن في حاجة عظيمة حصلت إنه التمنتاشر يوم في الميدان ده والاعتصامات اللي موجودة لغاية دلوقتي في كل محافظات مصر زي ما تكون يا عمر خلط خلطنا فيه أنا شخصيا أقدر أقول إن اكتسبت حاجتين إن رجعت أحب كل المصريين نمرة اتنين أكسبتني بساطة أكتر أنا كنت عايش حياتي ببيت وبروح لنترشنست ولازم أعمل مانيكور وبيديكور ولازم كوافة يعني حاجات كلها أنا رأيي إنها بعشان تعمل عقد وتعمل أمراض وما كل شيء لا داتي خلاص أنا بعود على الرصيف وبلبس أي حاجة وسعة وبكلم كل الناس عظيمة قلتي لي فعلا فيه قنوات جديدة ممكن تقولي عليها فلول أه تقصد إيه؟ القنوات اللي هي ناس كانت على التلفزيون المصري وفجئنا بيها طلعين ولطيف كانت مزيعة مع رئيس تحرير صحيفة قومية كبيرة سابق فبيقول لها إذا كنت أنا فلول إيه زرية برضو مستقصدة علي لإنها عشت لا يومين كده بعد الثورة وفكرة لما أستاذ سنع الله أبراهيم قال لها أنت مالك ثورية زيادة عن اللزوم كده فقالت لقصة إحنا كنا مجبوتين ففي الحوار بقى دلوقتي في القناة الجديدة بيقول لها إذا كنت أنا الفلول يبقى أنت أم الفلول قلت لي نعم قلت طوز يا دكتور ممدو حمز كان مقالة مسافزة أوية على جريدة كويتية وكانت نزل على موقع وحوالين أن المشير تنطوي سيكون رئيسا لمصر المدة سنتين وأن هذا هو الشيء الجيد وما هو في صالح الثورة المصرية فأنا كتبت الكلمة دي وكتبت له يا دكتور ممدوح يعني باحترم أولا أنا هو دتي زعلان مني وما بيكلميش بس صحيح بعد الوقت يا وحنا في رمضان بس فعلا لا أنا صالحته والغريب أن أنا كلمته بعد دي قلت له يا دكتور نشروه في كل المواقع يعملوها كابي كده هو سكان ويحطوها وراء المواقع الفلول بردو كلها صور وش العلم وخمسة عشرين يناير يعني مواقع فلول فعلا وعلى فكرة حزب خمسة عشرين يناير ده كله حزب وطن المهم والبداية في سكندري كلمته على فكرة يا دكتور أنا كتبت الحاجة الفلانية وانا كتبت ساعتها بأي حق بيقول كلام زي كده قلت له أنا كتبت الحاجة الفلانية وانا يعني فعلا كنت متضايقة منك ونشرف كل المواقع أنا بعتذر بس كمان قالي لا أنا ما قلتش الكلام ده أنا بقول عن اللي شايف قراءتي للواقع اللي حيحصل أنا عايزة أقول أنه دكتور ممدوح حمزة مجرد أنه أخذ تعليق ده ونشه بالكسافة دي ده جزء من الحرب المضادة ضد دكتور ممدوح حمزة قلت لي لأ طلق من الدكتور عماد أبو غازي مش إشعة دي حقيقة أنت فعلا طلقتي من دكتور عماد أبو غازي ده من فترة طويلة آه من مدة من قبل الثورة قلت لي أنت فعلا كانت الأسمة في أديك ده كان بيناء أنا عايزة أقول لك أنه دكتور عماد أبو غازي ده أستاذي بجد عمر كمان عماد هو اللي كان صاحب فكرة أنه العسمة تكون في أدي وقلت له أنا متزوجة من راجل متحاضر يوم ما أحب أن إحنا نسيب بعض ما حقول لك أو لأنا حجبرك ولا أنت حجبرك أي لأ لازم نمارس هذا الحق بس الغريبة بقى لأنا صحافة الفلول أنه فضلت صحفية في المصور مصممة أن يتامع معايا لقاء وفي الآخر خالت الأستاذ حمدي رزقي يكلمني بنفسه وإحنا نعرف بعض من زمان يعني من أيام روزة اليوسف فالغريب إن هي بادية الموضوع سفرت معايا المينيا ومعايا صحفين تانين كتبوا مقالات لطيفة أول كلمة قالت إنها مفاصلة ثم فجيت أنا الخاتم ده على فكرة بتاع جدة دكتور عماد بس أنا بحبه خالص يعني ذكره مش خاتم غالي بس أنا كده بحبه لإني كنت بحبه أنا قبل فجيت نعمين فوتوشاب وشايلين الخاتم إيه الفجاجة دي يعني وباين الفوتوشاب يا عمر ثم إيه تكتب إيه في الموضوع تقولك إيه وهواياتها تربية الكلاب ورفع الأسقاط يعني قلت عبيرا إن بنتي عندك ليه يعني فهم وإني بروح الجيم يعني شعر الصحافة مستوها رديق قوي وسينا قلت لي لأ مش ضمن أصوات حركة كفاية رغم أنك أنت كنت من يعني لا أنا ما كنتش في كفاية بس كنت مش مؤسسة في كفاية لا 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 أنا شايفينكم مم 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 مفيش أي حاجة في الوقت ده مضمونة أنا معرفش يعني شوية الإخوان يقولوا لأ ما عندناش مرشح رئاسي وبعدين يقولوا لأ حنقدم مرشح رئاسي وبعيني الأوضاع كلها أنا مش فهمة أنا متأكدة أن أنا هكون رئيسة مصر حتى لو لم أنجح في الانتخابات لإني لغاية آخر يوم في عمري هكون خدامة لأضية شعبي والأضية الرئيسية هي محاربة الفقر قلت لي نعم انضميت لشباب ستة إبريل عشان أتضمن معهم أعرف منهم كتير قوي اللي بيقول بيتلقوا دولارات وأنهم يعني حصلوا على فانز وحاجات زي كده أنا فاكرة محمد عادل مرة من كم سنة كتب يا جماعة لو أي حد يسعدنا بفلوس عشان عايزين نجيب كاميرا محتاجين وروحت أيلله يا محمد أنا عندي كاميرا زيادة خدوها اللي معاه فلوس وبيتمول مش هيوعد يعني يدلل على طلب كاميرا صحيح ولغاية يوم جمعة الغضب نزدين مع بعض وانا عارفاهم انا عارفة دولة الشباب دولة شكلهم ايه وفكرة انه تلقي تدريبات توعيز سياسية في اي مكان في الدنيا ما احنا كصحفين روحنا السيئة انقان هل احنا عملة الامريكا يعني واللي يقول لي دي صورة شعبة شعبة اوكي تضامن لكن هي بحق صورة شباب ولولة عند الشباب واسرار الشباب ما كناش كان مننا 18 يوم في الميدان لغاية مش هنمشي هو يمشي وكانوا بيقولوا واحنا كمان هزود عليها الكلمة قبل ما طلع فاصل وجرأت الشباب وعدم خوفهم ودي اهجا اهم نطلع فاصل نرجع تاني عشان نشوف بوسينة كامل هتقول لا المين لا ارجع تاني مع بوسينة كامل ولا تقولي ساعة تلقى المين بقول لللي بيحاولوا يدخلوا في حياتي الشخصية بقول لللي بيحاولوا يكسروني ويأنا قوية جدا يا عامر وفي نفس الوقت مش عايزة اقول تعبير طيبة لكن كمان ضعيفة جدا وعشان كده بحمي نفسي طول الوقت باني ابعد عن اللي ممكن يحرفني عن طريقي او اللي ممكن يشوشني احسن اختيار اصدقائي على قد مقدر الوحيدة اللي ما اقولك مين الوحيدة مبارشة اقول لها لأ اللي مربياني بجد مريم بنتي انا الحمد لله احسنت تربيتها هي كنزي هي معجزتي يعني تقولي انتخابات رياسية تقولي كل حاجة لأ انا مريم كناموزك دي المعجزة اللي عملتها في حياتي بس انت عمرك ما قلت لها لأ لا طبعا بقول لها لأ اخر مرة قلت لها لأ كانت امتا بخاف منها اخر مرة كانت امتا لأ قلت لها لأ وبين رجعت قلت لها كنت في ايه كنت عايزة تسفر وقلت لها خلي فلوسنا للمعتسمين والميدان ايكي انا جبتها اي اونر يا ماما واستاهل هدية ومش عارف ايه واصحابي حيسفروا فكنت عاملة برنامج كده زي برنامجك فالفلوس اللي اخدتها رحت اديتها لها قلت لها لأ يعني طبية ساعات مريم بتقولك لأ على طول حتى لو هي عايزة تقول هي متعلمة تعليم كويس خارجة المدرسة الفرنسية وبعد كده هي دستة في الجامعة الامريكية وتعلمت منها صغيرة بتتعلم تاخد في المدرسة الحقوق المدنية انا عايزة اقولك مريم مؤسرة جدا في حيث انا فاكرة في الاستفتاع لتعديل المادة السبعين في الفين وخمسة فمامتي قالتلي حتيجي عشان تدي صوتك قلت لها مش حاجي انا لا عارف اقول نعم ولا لأ اختي قالتلي حتيجي لانك قدام بيت مام واللجنة وبعد مريم كانت راجع وكانت وقتها بتدرس الانتخابات وكده وانا بحط مكياش كان عندي نشرة خمسة فبتقولي روح تديتي صوتك في الاستفتاع قلت لها مش حروح يعني انا لأ لأنا عندي نعقاتلي روحي افسدي صوتك وإلا ده يبقى بالزبط اللي بيسموه الاغباء السياسي وانزلت سمعت كلامة آخر حد ممكن يعني اتكسر قدامه ولا يعني إذا كنت بعمل حاجة في الدنيا ويهمني وفاكرة مرة زميلة منضميت لحركة شايفينكم فبقول لحد أنا دلوقتي حد كان معنا في أوربت فبقول له أنا يعني كفاية إنه بنتي بدل ما كانت بس بترجع تشوفني بحط مكياش عشان نازل أصور على قل دلوقتي بتشوفني بعمل حاجات أكثر أهمية وصلاة أنا كمان كنت محدودة جدا في الشغل اللي بعمله وفي الميديا كنت ممنوع أن أنا أتكلم في السياسة فقال لي آه يبقى ده لمقارب شخصية قلت له ما أجمل المقارب الشخصية إن أنت تخلي بنتك تكون فخورة بيك يريد أنت كمان أولادك يكون فخورة بيك وليلما دكتور عمادة عين وزير ثقافة ورغم الانفصال فرحتي أنا كتبت عن نات أنا أول واحدة كتبت عن نات ترشيحه أنا فكرة مرة كنت بكلم دكتور يحيى الجمل كان فيه ترشيحات أخرى وأنا مقامنة جدا أنه دكتور عماد مهم فعماد دخل البيت وأنا بكلم ومحموة ويبدفع عنه هو عماد إنسان جميل فرقيت التسام أنت رشحتي آه أنا عملة نضال وحتى لما جاء التعديل كل ناس قعدوا يقدموا ترشيحات تانية ناس من الصور برضو فأنا كتبت على التويتر أعلنها وبكل وضوح أنا أرى أنه لابد من الاحتفاظ بدكتور عماد أبو غازي فحد يقول لي آه يا عم عشان جوزك ومين مش عارف حتى يعني اللي ما يعرفوش طلقنا معتبرين أنه ده موضوع شخصي لا هو موضوع موضوعي يعني أنا شايف أنه يعني شايف أنه أفضل الوزراء الموجودين يا عمروة صحيح كان موجود في وزارة الثقافة من قبل الثورة بس هو الشخص المناسب في المكان المناسب بس أنا عايزاه يبقى ثوري شوية أكتر يعني وبعود برضو على بعد الحلقة بقى أتكلمين في تلفون لا لا ده أنا كل يوم ببعته رسائل أسخنه لا بما أنك أنت بقى يعني اللي كنتي داعمة لي فلازم يسمع كلام لا لا على طول ما بسكتش نطلع فاصل نرجع تاني عشان أشوف بوسينا كامل سؤالنا الأخير بيها هترد عليه وهتقول إيه يا رمضان أحلى لا لا باركا لكم من جديد مع بوسينا كامل في تلوقتي إيه اللقاء اللي قلتها في حياتك وعندك ساعد نهاردة أنا كنتي تقولي عليها نعم إيه اللقاء اللي قلتها في حياتي كل حاجة قلتها في حياتي يعني أنا مثلا حقولك أنا ما كنتش عضو في حركة كفاءة لأني ما كنتش مستعدة تحالف مع الإخوان لأ أنا تغيرت بجد التمنتاشر يوم في الميدان السورة وطبعا أبيبت بكتير في جمعية الوطنية التغيير أنا حتى عوما كنتش عوضو فيها بس علاقتي بالإخوان في النشاط أنا دلوقتي يعني لسه كنت نوجودة في مكان وحد بيقول لي بليز عايزين نروح نقابل عبود الزمر عايزين نقابل كل وقت له أنا معك أنا متأكدة إنه لما حنوصل عند مصر هنلاقي إن اللي بيقربنا أكتر كتير من اللي بيفرقنا فالموقف ده لأ أنا أنا بقول يعني حكت بقول أنا حقول لعم أنا أنا حمد إيدي كل الناس حتى اللي ما بيسلموش على ستات على بسلوم جونتيو وسلم عليهم لإنه مصر أولا الصورة أولا عزيزي شكرا جدا وشرفتيني النعاردة وشكلكم جدا نتقل وكلام شكرا لا مع مع عمر البيس توافق على القوائم السوداء مبارك تاريخ الزعيم حسب رأيك قاتل ما زلنا بعد كل هذا نقول على هذا الشخص نحو الزعيم الراجل ده ما عملش حاك قاتل يا شيخ خالد جريبة أنا اعتذرت لمصر مش للشباب اللي عاوز يحاسب مبارك طور عمر الخالد كان يقدر يعمل برنامج في التلفزيون المصري قبل الثورة فرحت بخروج عبود الزمر أنا واحد من الناس أنا سابولي النافذة سابوها لك دون شروط طبعا بشروط ده حتى اللي نزلوا في الشارع ما كانش سقف مطالبهم تغيير النظام اعتذرت ليه عن إيمان أم خو اعتذرت عن عن غل ظهورك بشكل منتظم في التلفزيون المصري معناه رضا نظام الصابق عنك عن اختلاف لقيه انه عالم كبير وأنا نملة ارجعه بأمرت ايه سداد صديلة الإمام الأكبر لابد أن يكون بالانتخاب ورئيس بالدعيد لا مع مع عمر الليسي لا لأعداء الثورة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين لا للتعذيب لا لإهدار كرامة أي مصري لا للفقر لا للظلم لا أجل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة